من سياسة تعزيز الوجود الفلسطيني والحفاظ على الهوية والارث الثقافي والديني والتاريخي لمحافظة الخليل قامت وزارة العقاف بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل بافتتاح مسجد عثمان بن عفان الكائن في البلدة القديمة من الخليل بعد الانتهاء من عمليات ترميمه وتجهيزه بالكامل الزيارة تأتي من اجل افتتاح مسجد بن عثمان هذا المسجد الذي تم ترميمه من خلال والتعاون مع لجنة اعمار في محافظة الخليل هذا الجهد الذي يأتي من اجل البقاء والاستمراري والصمود داخل البلدة القديمة نحن حريصين دوما على ان نقدم لجعبنا ولمجتمعنا ما هو الافضل وما هو الخير مسجد عثمان بن عفان يعتبر من اقدم المساجد في الخليل بعد المسجد الابراهيمي الشريف حيث تم تجهيزه ليكون مقصدا للزوار والمصلين من اجل تعزيز صمود المواطن في هذا المكان قامت لجنة اعمار الخليل بترميمه وقامت بترميمه بشكل فريد من نوعه بان قامت بازالة القصارى واظهار الحجر وتكحيله فاظهرت جمالية هذا الموقع وزينته بالانارة والسجاد وطبعا سبق ذلك المتوضعات والوحدات الصحية تسعى وزارة الاوقاف ولجنة اعمار الخليل الى جانب الجهات ذات العلاقة الى تقديم كافة امكاناتها لتصليح وترميم المنازل في البلدة القديمة في ظل تسلط اجراءات الاحتلال على منازل المواطنين والاماكن المقدسة فيها والمسجد الابراهيمي الشريف خير شاهد على جرائم الاحتلال المتواصلة من البلدة القديمة في الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين